إذن ننتقل إلى اللائحة الثانية لأعضاء الخاصة بأعضاء اللجنة تدخل في إطار عشرة ديال الدقائق أول المتدخلين سيد نائب المحترم عديب وعرفام بعد سيئة العديدة تفضل سيد نائب شكراً سيد الرئيساء سيد الوزير المحترم والأخ العزيز الحضور الكريم سعيد بتواجد اليوم مع السيد الوزير واحد الكفاءات المغربية القليلة في حكومة الكفاءات المزعومة واحد الأطور الملتزمة والجدية في عملها وأنه بلأخلاقها وتوضعها مع الأسف تتبعنا في الأيام القليلة الماضية وخصوصاً البارحة داخل هذه اللجنة وداخل هذه القاعة مهزلة من المهازيل التي عرفها مجلس النوار وحينما يعجز وزير على تقديم ميزانيته ويسيء بذلك لوزارته ويسيء بذلك للمؤسسة الشرعية سيد الوزير استحضرتم الدستوى في إعداد الميزانية الفصل 31 سيد الوزير استحضرتم كذلك الخطاب الرسائل الملكية واستشهدتم بها في إعداد الميزانية أتمنى صادقاً أن تستحضروا الأمن الصحي ببلادنا وأن تستحضروا الدستور كذلك والخطاب الملكية والرسائل الملكية المهمة لإصلاح ما يمكن إصلاحه إعداد نظر في المنظومة الصحية ببلادنا لأن بالفعل سائمنا من الوضعية الصحية ببلادنا نعم الاعتمادات المالية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال تعاجل اختلالات لكينا داخل الصحة للمنظومة الصحية ببلادنا ونحن نعرف أن الاعتمادات المالية المخصصة للقطع اليوم وهذا واجبنا كبرلمانيين في هذه اللجنة القطع الاجتماعية باش نرفضوا الميزانية دي القطع دي الصحة في حدود خمسة فصلاة سعود ونطالبوا بإعادة النظر والتحكيم دي الرئيس الحكومة بالنسبة للاعتمادات المالية بغيناها في حدود عشرة في المية نظرا للوضعية السيثنية التي كان عارفوها جميعا خمسة فصلاة سعود بعيدة كل البعد على المتمنية دينا لا بد من صحضار هذه الاختلالات ولا بد من صحضار الظروف الصعبة لا تستمر منها بلادنا خوفا من الإسواء وخوفا من الهيار المضم الصحية ببلادنا لأن الأمن الصحي ببلادنا السيد الوزير المحترام جزء لا يتجزاء من الأمن الصحي العام ببلادنا السيد الوزير عليكم كالشعب الفلسطيني يدون تبني ويدون تحميل السلاح على هذا الأساس لا بد من محاربة الوباء ويكون هذه المحاربة دي الوباء من الأولويات دي الوزارة الصحة ولكن كذلك مسؤوليتكم قائمة في إعادة نظر في المنظومة الصحية ببلادنا نسي جامعا مع الخطب جلالة الملك لا بد من تشكيل فريق عمل هناك أوطور متقاعدة كفأة وهناك أوطور حالية في وزارة الصحة لها من المهلات ما يكفي لوضع منظمة صحية جديدة ببلادنا لا بد من توضيف كذلك المباشر اليوم بوزارة الصحة لا بد من رئيس الحكومة أنه نطلب منه أنه التوضيف كغرار للإخوان دي الأمن الوطني يكون توضيف المباشر يوم بوزارة الصحة بدون مباريات بالنسبة للممرضين وبالنسبة لأطباء ويكون حالة دي الاستثناء لدر الحالة التي نعرفها جميعا ونجمع التخصصات لأنه في وزارة الصحة تلسات العلمة الأساسية علم الطبيب وعلم التمريض وعلم السيئر ولكل علمين رجاله وليساه لا بد لكي تكون واحدة شراكة بالقطاع العام والقطاع الخاص كذلك فيما يخص الموال البشرية التباة دي البروفيسور معروفة ولكن اللي ملا نفكر ماليا التباة دي الممرضين ودي الأطباء الممرض اللي ما عندهم يدير السبت الحد يمشي يعطيه طيب اللي ما خدمش السبت الحد يمشي يعطي الله بمعنى أخر لا بد أن نفكر جميعا في منهجية جديدة النظر للنقص المهويل في الموالي البشرية لا بد أن نشكر كذلك الطب العسكري والمجهودات التي يقوم بها في دعمه للمدنيين في محاربة الوباء لا بد من المعالجات كذلك الملفات المطلبية للشغلة الصحية منهم من يفضي الأطباء بالله عليكم السيد الوزير وأنتم أستاذ وطبيب طبيب كيش تتمنى لفدرهم متخصص كيش تتحضر شارع لفدرهم صحيبة بزاف على الطبيب يقتمنى لفدرهم وقارة من سنين في المعدال القضية دي الممرضين دي سنتين هناك شيوخ دي التعليم والتي تسويط الوضعية دي لهم أتمنى صادق سيد الوزير كذلك أن تعملوا على تسويط الوضعية دي الممرضين دي سنتين الوضعية السيتناية ببلادنا كتفرض الإمكانيات السيتناية وكتفرض كذلك مواد بشارية السيتناية أتمنى أنه من رئيس الحكومة أنه يستحضر الظروف دي البلدنا لا يعقل أنه تتعود خمسين ألف موظف اليوم بوزارة الصحة في فرنسا أكثر من مليون موظفهم مستخدام في قطاع دي الصحة وبتالي أنه لا بد كذلك من نناقش كذلك المنظمة الصحية ببلادنا بالأمن الجموعة دي المعطيات السيد الوزير كاتب العمد الوزارة الصحة ولد الوزارة وابن الوزارة وسلك جميع المصاطر المعمول بها لتعينه كاتبا عاما لوزارة الصحة اليوم أتساءل ويتساءل الرأي من الوزارة وطني لماذا إلى حدود اليوم لا يتم تعيين كاتب العمد الوزارة الصحة لماذا ولمصلحة من في الظروف التي نعرفها جميعا باستحضار واستنهاض جميع الهمام وجميع الأطر دي الوزارة الصحة هذا تساؤل غير مبرر وغير معروف وابتل أنه لا بد من العمال على تعيين الكاتب العام لما نعرف فيه من صدق وتعامل حينما لازم مجموعة المصالح دي الوزارة إعادة ندرسي الوزير في الهيكل المركز الوزارة الصحة وانا ابن الوزارة فيما مضا كان جوج لمديريات مديريات شؤون التقنية ومديريات شؤون إدارية اليوم تمني يجب إعادة الندر مثلا هذه مديريات البني وزارة الصحة الدخول في المديريات المالية وتخطيط كما كان سابقا وبتل أنه كذلك مديريات المشفيات وكذلك الأوبئة والأبوبلاسيون هاتش يأكلوا إعادة في الندر الهيكلة الجهوية على غرار وزارات الداخلية والي الرباط صلى القناة يترى عامل على الرباط تنتمى كذلك هذه القضية هذه لماذا لا تفكرون باشا الاعتمادات المالية تخليوهات معالجة الناس الموديل الجهوي الرباط هو المندوب المدينة الرباط وبتل أنه سنزيد ونقصه من هذه الهيكلة القوية وننتم من العمل يقوم بمجموعة الموديلين الجهويين سيبو المعيزات والسيبو اللوطي فاسم كناس والسيكوالا والدكتور الرميلي الدالبي وأسي عبد الرحمن والبعض الذي يسيئ لمهنته وفي تعامله مع الشغيلة وفي تعامله مع المرضى وفي تسييره وتدفيره لجهاته لا بد من إعادة النظار في البنيات الإدارية ديال الوزارة السيد الوزير عندنا البركوتو وعندنا ذلك البتريمون وضيور تماما ديالسكان تقدر تبني الوزارة ديالك وتكون عندك الشرف أبدا تكون عندك الوزارة لا يعقل مقاوية الحضر اليوم مقاوية كريو في البنايات نتمنى ندير واحد المخطط كذلك لبناء الوزارة وخاصة في المجمع التي ينتمنى المجمع لإدارات الصحية يعادة النظار في هذه المديرية ديالأدوية مديرية الأدوية مهمة جدا ببلادنا يجب أن ترقى إلى مستوى ديالوكالة وطنة ديالأدوية المستلزمة الطبية على غير فرنسا وعلى الأمريكان فيها المصنعين ديالأدوية وزارة الداخلية وزارة التجارة وزارة المالية فيها الجميع وبتالي ما يحملكم لك المسؤولية في إطلاع الدوال لها بتصدوا بتالي أنه حنا كنا نعرف المواد الأولية كنا نعرف الدريبة على القيمة المضافة ديالتفية اللي ربما يعدش فيها النظار كذلك رضي الاعتبار لما يحدث باستور الستي تي باستور هذا المعلام كانت دائما ببلادنا مفخرة ديال إنتاج الأمصال نحن يلاحظون اليوم نعم مرضة الاعتبار لها ولكن مزيد مرضة الاعتبار لها من خلال دعمها بالمولة البشرية والاعتمادات المالية وكل شيء المراكس الشفية الجامعية كذلك مهمة ببلادنا أنا ابن مدينة قل مما مدينة فقيرة متواضعة ومناضلة برعة فلات بدون مكشفي الجامعي لا يعقل وإحنا كنا نعرف بلا أنه الولوج الجغرافي بالنسبة الإخوان ديالراميد والمسالك الولوجية صعبة وصعبة بزاف ما بين الراشدية وما بين الفاس وما بين ورزازات وزاقورة غير اكتشك السيد الوزير ونفتعرف جيدا خمسات سويع كيف على مريض ولا أنه غادي يعاني الشيء الكثير خمسات سويع ما بين ورزازات ومركش وابتلا لأنه لا بد مركش شفائي جامعي وكلية الطب بالنسبة للممرضين مزيان الراشدية ورزازات أبناء لكي قرأت أولاد الراشدية أولاد درعة فيلاد ويتم توظيفهم وتعينهم في أسول وفيتهني وفي أملاقو وفي جميع المناطق نحب هذه الفكرة مدينة تقول مفهم الشفاء مهم جدا أنا سأحضر الروح طاهرة للطيب بنشيخ حينما عمل على بناء هذا المشفاء لعشرين غشت معلمة مهمة سيد الوزير أتمنى أنه تزور هذه المعلامة لأنه فيها بعض الأسرة في حين أنه يقدر يعلج مشكلة القلممة وتينجداد ملعب وترو أملكو تلغو سأسو لا يتعني هذه المناطق النائية كاملة الجبلية أنه يقدر يهز ضغط شيئ على على مشفاء ملعلي شريف بالنسبة العمل لا نطول وأنا ابن الوزارة ونعرف تفاصيلها ونعرف العمل كالدرس الوزيرة مهم ومجد أنت منك توفيق النجاح ولكن نريد نختم واحد القضية اللجنة العلمية تقوم بمعمل جبار ومهم ويعود لها الانتخابات القوية ببلادنا ليست وزارة داخلية ولا وزارة صحة من سيقرر في الانتخابات المقبلة لأن إلا كانت المضعية الوبائية ببلادنا لا تستحمل الانتخابات يجب عليها أن تستحمل المسؤولية في تأجيل الانتخابات وإلغاء الانتخابات كما جرى سلفا تحية لكم وانتمنى لكم التوفيق سيد الوزير والطاقم الإداري المشترف لوزارتكم شكرا سيدنا ابن محترم الانتخابات